باغنر تخنق بخمط قائد المجموعة العسكرية الموالية لروسيا يافجيني بريغوجين قال إن قواته باتت تحاصر عمليا مدينة بخمط في الشرق الأوكراني مشيرا إلى أن المدينة أصبحت لا تملك إلا طريقا واحدا لاستعادة الأمن كما دع القوات الأوكرانية إلى الانسحاب فورا ومنذ فترة أصبحت مجموعة باغنر تتصدر خط المواجهة في معارك الشرق الأوكراني خصوصا مدينة بخمط وهي المدينة التي تتمتع بأهمية استراتيجية للروس والأوكرانيين على حد سواء إذ تعتبر موسكو بخمط محطة رئيسية للاستلاء على باقي مدن إقليم دونباس ومن خلالها ستتمكن القوات الروسية والموالية لها من الانطلاق إلى مدن كراماتورسك وسولبيانيسك هذا ما تشير إليه تقديرات المراقبين لطبيعة سير المعارك في المقابل تحاول القوات الأوكرانية التشبث بالمدينة بكل ما أوتيت من قوة وذلك من أجل وقف نزيف الخسائر الأوكرانية في الشرق بالإضافة إلى وضع حد لتقدم القوات الروسية في هذه المنطقة التي أصبحت تشهد معارك ضارية منذ دخول مجموعة فاغنر على خط المواجهة ويأتي ذلك كله في ظل استمرار نقل الأسلحة الغربية إلى كييف التي تؤكد أن تلك الأسلحة لن تستخدم لاستهداف أراضي روسية ولكنها فقط من أجل الدفاع عن أراضيها في مواجهة تقدم القوات الروسية اشتركوا في القناة